عندما تتلاشى ملامح الدولة وتتحكم مجاميع ميليشيوية في صياغة المشهد السياسي والأمني والاقتصادي بل وحتى الثقافي فكل غريب وغير منطقي يصبح واردا ومحتملا فالعراق الذي كان مهدا لواحدة من أعرق الحضارات في التاريخ البشري باتت آثاره تعرض للبيع على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البيع الإلكتروني بعد سرقتها من مواقعها الأصلية وخروجها من العراق تحت مرأة الأجهزة الأمنية في البلاد غير أن نهب الآثار العراقية ليس بالشيء الجديد فقوات الغزو الأمريكي بدأته بنهب مقتنايات المتحف العراقي في بغداد كما سهلت مهمة العصابات في الاستيلاء على الأرشيف اليهودي ليفتح الباب أمام عمليات نهب والتجار غير مشروع بالآثار العراقية مستمرة حتى اليوم بحسب تقرير نشرته مؤخرة الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية ويشير التقرير إلى العجز الواضح من جانب الحكومة عن ملاحقة عمليات التهريب والقبض على المهربين إذ أن العراق الذي قننت الدولة فيه أوضاع ميليشيات يتجاوز عددها 150 ألف مسلح غير قانوني به نحو خمسة آلاف عنصر فقط في شرطة الآثار بينما يمتلك نحو 30 ألف موقع أثري تنتشر في ربوع البلاد ما يعني أن كل فرد في شرطة الآثار عليه أن يحمي وحده ستة مواقع أثرية وهي بالطبع مهمة مستحيلة التقرير الأمريكي أشار كذلك إلى المفاوضات التي يجريها العراق مع سلسلة متاجر هوبلوب الأمريكية المتخصصة في الأساس والفنون والحرف اليدوية لعقد اتفاق بقيمة 15 مليون دولار من أجل استعادة آلاف القطع الأثرية التي اشترتها السلسلة في وقت سابق ويعتقد أنها مسروقة ما يثير التساؤل لدى المهتمين بالشأن العراقي حول التناقض الواضح بين جاهزية الحكومة لصرف الأموال لاستعادة الآثار المسروقة وعجزها عن الصرف لدعم شرطة الآثار من أجل منع عمليات الصرقة والتهريب من الأساس موسيقى